السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين ثمانية تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الأسد ورح يظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة من بعد ظهر يوم الغد الثلاثاء لينتقل بعدها لبرج العذرة القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات القمر اليوم بما أنه موجود في برج الأسد معناة الناس من حولنا في هذا اليوم بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا وبينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهوايات ومشاركة العاطفة مع الأحبة ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال ممكن أن نستثمر ونشتري المجوهرات الثمينة ونكون جريئين ونرتدي ملابس أنيقة ونهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا هذه الزاوية لها تأثير تقريبا ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة ذروة هذه الزاوية اليوم الساعة 11 وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج ابتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنها بتكون شعبيتنا في تصاعد وبتجلبنا نوع من أنواع السعادة الغير منتظرة وإمكانية خلق علاقة جديدة تبنى على المحبة العفوية كما أنها بتشجعنا على الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد والمشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 22 و25 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات وبيزيد من ميلنا للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية وبتدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول مناسب لاتخاذ قرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل خلافات ودعاوة قضائية بشكل ودي هاي الزاوية برضو إلها تأثير تقريبا ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمن كون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة وبتسبب لنا نوع من أنواع المخصومات أو المشاحنات مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نأخذ قسط من الراحة وهذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن تنظير أو فحصات علاجات مراجعة طبيب ما في أي مشكلة عند القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، والظهر، والجانبان هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لإلها اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا لا قص الشعر التجميلي، الصبغ، الحنة، ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن بدأنا الآن في مرحلة أنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لخصوصا الأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر وبدهم يتخلصوا منه أو بدهم يبطئوه فهاي الفترة لا تصلح لإزالته للتبطيء ولكن الأشخاص اللي ما عندهم أي مشاكل عادي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الأسد خلو المسار القادم يوم الغد الثلاثاء بيبدأ ساعة ستة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرانتش وبيستمر لغاية الساعة وحدة وسبعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر الهلال الجديد عمره ثلاث أيام الساعة أربعة وثلاث واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش ونبدأ باليوم الرابع النسبة للإضاءة بتكون نهاية اليوم تسعة بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم الثلاث وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في الأسد حتى يوم الغد تسعة سبعة سعيد الآن بنسبة سبعين في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة 45% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% أما ساعات الظهر سعيد بنسبة 10% ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في الأسد حتى يوم 25 سبعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 100% المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر موجود في البيت الخامس اليوم يعني بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وهي فترة مثمرة إيجابية فيها كثير من الحضوض والدعم بالنسبة لأيلكم على المستوى العائلي أو على المستوى التقارب من الأبناء والأحباء وبتنجحوا بحملة ترويج عشان هيك بدك تكون جريء بالطرح اليوم وبتتصار على الأحداث بشكل مميز واستثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم كثير من النشاط والحيوية موجودة عندكم رغم أنه القمر موجود في البيت الرابع لأيلكم ولكن بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن اليوم يكون عندك كثير من التحركات والتنقلات والاتصالات وبتلمس نوع من أنواع التوتر بس على الصعيد الشخصي أو العائلي ممكن حدث تعب صحي مشكلة عائلية صحة أحد أفراد العائلة أو خلاف بسيط أو ممكن أعطال منزلية ولكن الأجواء ممتازة جدا على المستوى العائلي فممكن اليوم تحقق إنجازات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها على المستوى العاطفي على مستوى الترويج التجارة الامتحانات الحوارات النقاشات فحاول إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أو ممكن تطالب بحق لإلك أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفائل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية لأن القمر صار موجود عندكم فعشان هيك اليوم بيرجع لكم نشاطكم اللي فقدته بالفترة الماضية وبغسعكم المبادرة بخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي بتقدر اليوم توضح وجهة نظرك تهتم بمظهرك بتشعر بالحماسة الفائضة ممكن تنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد وبتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن أنك تبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد ظهر يوم الغد فاليوم بسيطر التعب عليكم حول تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وحاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك من تأخير أعمالك أو شخص وعدك بشيء وما يوفي فيه فعشان هيك إذا كنت تكون مهيئ لهذا الأمر ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار وما تكون لجوج لأنه ممكن يخضي لك الحظ حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء خلال هذا اليوم ولكن حاولوا أنك تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الغد منكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وبتحدد اليوم توجهتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وممكن تعرف لقاء داعم لإلك أهميش أنك ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم التركيز رح يكون حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهميش أنك تهدي من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك ممكن اليوم يكون لك نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد المسؤولين بدك تكون مارن جدا ودقيق جدا واتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة ممكن تشاركوا في حفلة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم في بعض الأشخاص من موليد برج القوس ممكن يسافروا في رحلة أو يفرحوا لانفراج تسوي مهمة تهتموا بهواية جديدة اليوم في حيوية ومتحمس أنت لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها ممكن زوج، زوجة، بنك، ضريبة، تأمين، ميراث من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرب أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها أو ممكن أنك تناقش مواضيع مهمة أو تجتاز امتحان صعب وحاول أنك ما تهمل الشؤون العائلية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ولكن لا تنسى أن القمر موجود مقابلك تماما وهذا الشيء بيضعف طاقتك ممكن اليوم يكون مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز علاقاتكم مع شركاء شركاء المال أو العاطفة ولكن بدك تحاذر من الخلافات حاول أنك ما ضخم الأمور لأنه اليوم أنت شوي ممكن تكون مرهف الإحساس متوتر بسبب قلق ما فعشان هيك بدك تحاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يعمل مشاكل ما بينك وما بين الأشخاص اللي بتتعامل معهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا خلال هذا اليوم حاولوا إن كنت تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك أيضاً بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم ما تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت وراعوا ظروفكم الصحية وكونوا دقيقين ومنظمين ومراعين لظروفكم ومعنوياتكم القمر موجود في البيت السادس اللي بيركز على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بدك تكون منتبه لعملك وعلاقاتك مع زملائك ولا صحتك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء